السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ايمان متحة المحاضر في مجال السيفتي ومحاضرة جديدة على قناة ايمان متحة فور سيفتي استادي ومحاضرتنا اليوم بموان او طريقك لعالم السلامة والصحة المهنية بس استعزيمكم قبل ما نبدأ نفعل اه سبسكرايب او الاشتراك في القناة والالارم عشان يصلكم كل جديد في القناة او الهدف بتاعنا من المحاضرة ان انا نحط الناس اللي سألت الفترة اللي فاتت ازاي تخش كارير السيفتي او حتى الناس اللي عايزة تشفت كارير من مجال لمجال وتخش مجال السيفتي وده هيبقى عن طريق شرح بعض المصطلحات المهمة والقوانين المنظمة والمخاطر المحيطة والمسمى الوظيفة للناس اللي شغالة في مجال السيفتي وايه هي الوظائف المتاحة وبعض المهام الوظيفية للناس اللي شغالة في كارير السيفتي وبعض الاختصارات وازاي نبدأ في كارير السيفتي وانسلة على الكورسات المتاحة وبعض المواقع المهمة والمفيدة في المجال وكذلك بعض الابليكيشنز او التطبيقات على الموبايل المجانية المهمة في مجال السيفتي لماذا مجال السيفتي ليه الناس الفترة اللي فاتت بدأت تسمع كلمة بتتردد كتير حتى الناس اللي متابعة مواقع التوظيف دايما تتطلب وظايف في مجال السيفتي طب ايه يعني عايزين نعرف ليه الموضوع ده بيرجع لعدة تسبب اول سبب انه او متطلب قانوني ان لازم كل منشأة يزيد عدد افرادها عن عدد معين يكون فيها مسؤولين في مجال السيفتي تاني حاجة لان عدم الاهتمام بمجال السيفتي بيترجم لكوست ده بيبقى مباشر وغير مباشر واللي بنسميه التأثير المباشر والغير مباشر للحوادث تالت سبب عندنا او السمعة بتاعة الشركة الشركات دلوقتي بقت بتتباهى بينها وبين بعضها باهتمامها بمجال السيفتي وكل شركة تتباهى ان هي عدت كم الف ساعة بدون حوادث وكم الف ساعة بدون خرق لقوانين السيفتي على العكس لما شركة يحصل فيها حادثة بتبقى سبة ووصمة عار على جبين الشرك وين عندنا سبب اخلاقي انا باهتم بصحة الناس كحاجة اخلاقية او تعريفات ما ينفعش حد يخش من غير ما يعرف اهم تلات تعريفات سلامة وصحة وبيئة اول تعريف عندنا هو السلامة والسلامة ليس فقط هي عدم موجود حوادث ولكن نتيجة ان كل شخص بيئة العمل بياخد مواقف ايجابية للتعرف على اسباب الحوادث او وضع او الحلول للوقاية يعني بالبلد نسميها الوقاية خير من العلاج اللي احنا بنسميها عندنا في كارير السيفتي ان انت تبقى يعني بتاخد القرار قبل وقوع الحادثة. تاني تعريف عندنا هو تعريف او الصحة وحسب تعريف منظمة الصحة العالمية قالت ان الصحة ليست فقط هي مجرد غياب المرض او الاعاقة ولكنها حالة اجتمال الحالة الجثمانية والعقلية والرفاهية الاجتماعية وده نفسره اكتر ان لازم العمال يتوفر لهم مية شرب نضيفة يتوفر لهم حمامات نضيفة يتوفر لهم او عاشة كويسة او اهدمية. علشان في الاخر ما تقصرش على صحتهم. التعريف التالت عندنا هو تعريف او البيئة وهو العالم الطبيعي اللي بيعيش فيه الانسان والحيوان والنبات. القانون المنظمة للمجال. اشهر قانونين عندنا منظمين لمجال السلامة والصحة المهنية والبيئة هو قانون اتناشر لسنة الفين وتلاتة الكتاب الخامس وقانون البيئة اربعة لسنة اربعة وتسعين. هنتعرف في الشرايح اللي جاية على اهم المخاطر اللي بتواجهنا سواء في بيئة العمل او في بيوتنا كلنا واللي بتزيد او بتقل وبتختلف انواعها على حسب طبيعة كل مكان. وعايزين بعد ما نخلص الشرايح دي يبقى عين كل واحد فينا خبيرة اكتر من عين اي حد اما تخش مكان تطلع مخاطر ما يكونش حد اخد باله منها. استاذينكو قبل ما نبدأ في شرح اشهر المخاطر هنبص على الصورة اللي قدامنا والصورة دي حقيقة يعني بتحتوي على اكتر من خمستاشر خطر وبعد ما نشرح المخاطر هنرجع تاني للصورة ونشوف هل نظرتنا اختلفت للصورة وبقت عينينا خبيرة ولا لا. اول واشهر خطر عندنا هو او مخاطر التعصر. اه وهتلاحظوا في الصور اللي حطها في المخاطر هتلاقوا اه في صور سلبية ودايما تلاقوا في صورة ايجابية في وسط الصور. يعني على سبيل المثال عندنا هنبص كده على اه الشريحة بتاعة اه يعني اشهر اه مخاطر التعصر كلها انو تعرض لها التعصر في سجات البيت. التعصر في حفرة واحنا ماشيين في سلمة عالية. واخر صورة اللي هي الصورة الايجابية. اه شايفين فيه سلك ممدد وعلشان الناس تاخد بالها من اه مخاطر التعصر محطوط عليه اه سيفتي ساين او اه لافتة بتحذر الناس ان فيه اه سلك ممدد ان هو ممكن اه او مخاطر التعصر. الخطر اللي بعد كده هو او مخاطر او تزحلوك وانكن اشهر اه خطر كلنا نتعرض لنا معظمنا نتعرض له هو اه اللي تزحلوك على اشرة موزة الناس اللي عندها اراضي بتتزحلق بسجات اراضي اللي شغلين في والتزحلوك في بوع الزيت واخر صورة الاجابية عندنا في الاماكن المحترمة لما بيتم عمل او تنظيف بيتم وضع لفتة او سيفتي ساين عشان يحذروا الناس علشان محدش يحصلوا انزلاك ويتعور. الخطر اللي بعد كده هو او العمل على الارتفاعات زي ما احنا شايفين في الصورة اه الناس اللي تشتغل في التكيفات وشغلها بدون اي وسائل اه حماية على العكس او النقيد في الصورة التانية الناس اللي اه بتشتغل في تنظيف الواجهات الزجرية شايفين ازاي اخدى وسائل امان للحماية من السكوت. الخطر اللي بعد كده او مخاطر الحريق محدسه على حرك طبعا واحد من اشهر اخطر المخاطر اللي كلنا ممكن نتعرض لها في البيت او في العمل. الخطر اللي بعد كده هو او مخاطر الكهرباء يمكن جايفين في الصورة اه الصورة المؤسفة للاسف للناس اللي هي شغالة في اعمدة ضغط العالي بدون اه اي وسائل اه حماية ويمكن انا يعني واحد من الناس اه حصل قدامي حالة صعق كهرابي اه فعلا اه الموضوع بيبقى صعب جدا اه الشخص بيزرق او اه لولا اه بعد سات ربنا شطارت الدكتور اه لحقه. فيعني واحد من اخطر الحاجات اللي ممكن تقابلنا هي او مخاطر الكهرباء. بعد كده عندنا او مخاطر العنف وده نوع من انواع المخاطر بيتعرض لها الناس اللي شغالة في اه الوظائف الخدمات العامة وخدمة العملاء اه او اه الوظائف اللي بيحتم على اه شغاليها اه ان هما اه يشيلوا فلوس او يقوموا بزيارات ليلية. عندنا بعد كده او مخاطر الضوضاء واللي على المدى البعيد اه بتسبب التوتر وكمان ممكن تجيب صمم. او المخاطر البيولوجية فيروسات بقى فطريات وفعليات اه بكتيريا وطبعا احنا اللي ويندول عايشين طبعا في الكوفيد نايمتين. المخاطر الكيميائية اه منظفات اه بيات اه زيود سباغات. الاستريس او مخاطر التوتر وانا في وجهة نظري ان ده اخطر هازر فيهم. التوتر يخليك تقوم بكل المخاطر اللي فاتت. خلاص اتعرفنا بقى على هازرد. نبص بقى بالعين الخبيرة اللي درست. الصورة رجعنا لها تاني. ونشوف بقى انواع المخاطر باسماءها زي ما احنا درسناها. يلا. نبص كده مع بعض. شايفين ايه بقى في الصورة? ها. حد اخد باله من المية اللي نزلة من الزرع اللي عند شباك على الكيسة بتاعة الكمبيوتر. ادى. شايفين الراجل اللي قاعد على الكورسيو تحته جنبيه حفرة? ده يعتبر او مخاطر تعصر. شايفين الاستاذة اللي شغيلها الملفات قدامها اه سلك ده قدامها اه كيمويات واقعة في الارض ده نوعين هيبقى وهيبقى او مخاطر الراجل اللي بيلعب في المكنة بالمفاك ده او مخاطر كهرباء شايفين الفار اللي بياكل في السندويج ده او مخاطر بيولوجية ايه تاني نبص كده مع بعض اه الناس اللي حط حاجات على وما تمنع الناس اللي هم الهروب في حالة حدوث اي حالة او حالة طوارق. الراجل اللي بيشوف سجاير في المكتب ده بيولوجيكال هزرد. وغيره وغيره لو قعدتوا هطلعوا اه تاني مخاطر في الصورة بعينكم الخبيرة. المسمى الوظيفي. طيب الراجل بقى بتاع السيف دي. بنسمي ايه? المسمى الوظيفي بيختلف على حسب كل منشأة. يعني في منشآت بتسميه سيفتي سبيشاليست او اخصائي سلامة او اتش اس اي سبيشاليست و اتش اس اي ده اختصار للقسم. هيلس سيفتي انفيرومنت و ساعات الايه بتبقى اكسيكيوتيف. في ممكن يتسمى انفيرومنتال اسبيشاليست لان فيه اماكن بتفصل السيفتي قسم الوحده والانفيرومنت قسم الوحده. في بعض الشركات بتسميه او سيفتي اوفيسر. في ناس ممكن تسميه سيفتي كوردينيتور. وساعات بيدخلوا في الموضوع او بيسموه او محاضر. اه ساعات اخصائي اطفاء او انقاذ. وساعات فين هز بتبقى متخصصة في الليفتنج ولو ان موضوع ده بخلاص مجال لوحده ليه ناس متخصصين. وفي الاماكن الحكومية بنسميه اخصائي سلامة وصحة مهنية او اخصائي بيئي او الاتنين مع بعض. او رزائف المتاح. احنا اتفعنا في الاول ان موضوع وجود اه مسئول السيفتي بقى او متطلب قانوني. لذلك قريبا ما عادش فيه منشأة بياخله منها الراجل بتاع السيفتي. وعد بقى مجال انشاءات. الكيميكال. والبيترو كيميكال. والفود اندستري او مجال الاغذية. الجارمنت. اه مجال الاقمشاة. حتى في المطارات. اه مجال اه الدهنات. المواني. وعايزين تعرفوا اهمية الراجل بتاع السيفتي بصوا على اعلانات الوظيف وشوفوا كم وظيفة بتنزل للناس بتاع السيفتي. المهام الوظيفية او جوب ديسكريبشن. اه لمسئول السيفتي في المكان. ودي بتختلف صغرة او كبرت على حسب البولوسي او سياسة كل منشأة. اشهر حاجة عندنا سري ايمان دي. ده مسئول عن المان والاشخاص والماشين. علشان ما تدورش الاشخاص وتسبب الحوادث والاستعمال امثل للماتيريال. ونضيف عليهم طبعا زي ما اتفقنا. انه بيشارك في وضعه ومراجعة السيفتي او خطة السلامة. تالت حاجة وهي الاهم هي ناس كتير بتخش مجال السيفتي وبتفشل فيه. انت كراجل بتاع السيفتي وظيفتك خطيرة جدا. لانك وظيفتك بتعتمد على تغيير الثقافة. ودي اخطر حاجة. فهتتعامل مع الناس بتعالي وعجرفة. هتخسر وظيفتك ومش هتقوم بمهامك الوظيفية. عندنا برضو من مهام المسئول السيفتي ان هو يعمل او يعز الثقافة السلامة للعمال. وبيتحرف على المخاطر داخل بيئة العمل وطريقة التحكم وزي ما قلنا كل مدى بتبقى عنيه خبيرة اكتر من اي حد. وكمان بيشارك في وضع اه او تقييم المخاطر في بيئة العمل. من مهام الراجل اه مسئول السيفتي في المكان اللي هو بيشارك في عمل اه او اعداد او تصريح اه العمل. ولو هو من مهام الوظيفية اه القياسات الباقية كمان. بيعمل تفتيش دوري على اه او اه مهامات الوقاية الشخصية ومدى التزام العمال بيها. وكمان اه لو دخل في وسط معامل الوظيفية كمان اه التفتيش على وسائل اه الاطفاق زي طفعات الحريق. وخطة الاخلاق بالمكان. وبيعمل او بيقوم بتدريب اه العمال داخل المنشأة. بيعمل او الابلاغ عن الحوادث. وكمان بيشارك في او التحقيق في الحوادث. وبيعمل التقارير اه سواء كانت على حسب بتاعت كل شركة. اه مصطلحات هامة اول حاجة او اشهر حاجة لو هي بترمز للشخص. اه مسؤول سلامة اه وصحة معنية. اه لو بترمز للقصب هتبقى او او اللي هي منظمة الاوشة. اه وكورس الاوشة طبعا اللي هنتكلم عليه في الكورسات بعد كده. كلمة اللي هي مهمات الوقاية الشخصية زي الخوزة والنظارة والافورول السيفتي شوز او تصريح العمل ايزو اللي هي اخر حاجة وهي المحاضرة التعريفية اي حد بيروح منشأة سواء كان راجل مقاول هيشتغل هيعم شغلانة او كان فيستور او زائر او كان شخص اول شغل ليه في المنشأة لازم بياخد او المحاضرة التعريفية واللي بتحرف فيها على اهم القواعد الموجودة في المكان والبوليسي بتاعة المكان ومنطقة التجمع في اه او في حالة حدوث اي اه خطر وانواع الالارم اللي موجودة اه او اه مناطق تعاجد اه الحمامات وهكذا. السؤال الاهم من اين ابدأ سواء كنت لسه عايز اخش المجال الجديد او عايز اعمل شفت للكارير ايه الكورسات اللي ابدأ بيها? يمكن في الشريحة دي انا عملت تقسيمة للكورسات اه على حسب المجال داخل مجال اه السيفتي اه هنبدأ في مجال اول كورس عندنا هو كورس القوشة. مبدئيا كده. ما فيش حاجة اسمها قوشة معتمدة. القوشة تم الغاء اعتمادها من كزا سنة من مصر. طيب هل معنى كده انها مش مطلوبة? لا هي مطلوبة ومهمة. وكمان دلوقتي بقى بيسموها المجمعة. وقدام كده كده مش معتمدة بغض النظر عن الشهادات اللي اخدها يبقى انا اناق كويس ادهاني. تاني كورس عندنا كورس الايش. وده بيعتبر جزء خاص في هو الجزء الاول من كورس النيبوش. ولكن بيبقى اسهل منه في طريقة الامتحان. في عندنا ممكن اخد كورس تقييم مخاطر. آآ في عندنا كورس النيوش او اللي هو اخصائي سلامة. آآ وصح معنى اللي هو كورس الاخصائي. ويمكن الكورس ده كان زمان ما بيتخدش الا في القاهرة. لكن آآ دلوقتي بقت في آآ مراكز بتعمل تعاقد آآ مع المركز الرئيسي في القاهرة. وبتجيب الناس يدوا الكورس آآ في المحافظات. وبتجدد كل آآ السنتين. والوقتي امكان آآ ما عادش زي الاول بيقعد اربع سبيع بقى بيقعد آآ حوالي عشر ايام. هو كورس من كورسات المهمة. آآ جدا. في عندنا بقى كورسات آآ عندنا آآ في كورس آآ ليد ايديتور خمسة ربين الف و الواحد. وبعد كده عندنا الكورس الاشهر والاحسن. آآ اللي هو كورس آآ النيوش. واللي موجود منه عربي انجليزي. ويمكن لسه من حوالي يومين آآ عملوا تعديل في امدحان النيوش. وهيخلوه آآ لسه معرفناش تفاصيل. في عندنا كورس و ده ممكن تاخده آآ في واحدة المطافي. بيدو كورس محترم جدا بيقعد اسبوع. ونشغالي. بعد كده كورس او الاسعافات الاولية. آآ اي جمعية هلال احمر. آآ بتدي كورس محترم جدا. آآ في كورس المبتدئين. بعد كده في كورس كورس بيقعد ثلاث ايام او اربعة ايام. وكورس ما بيتعداش الخمسمين جنيه. وفي مراكز بقت بيتجيب آآ ناس متخصين في الاسعافات الاولية. وبيدو كورس الاسعافات الاولية. لو جينا بقى لمجال البيئة. عندنا اهم كورسين هو كورس آآ اربعتاشر الف واحد. وعندنا كورس اي 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 او كورس تقييم الاصر البيئي. لو في مجال الفود في عندنا آآ اتنين وعشرين الف. طيب الكورسات بقى المتقدمة في عندنا آآ وفيه اللي هم بيأهلوا لكورس اي 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 وفيه الناس اللي هيا تتخصص في مجال او عمليات الرافع بتاخد آآ كورسات اللي هنشوف على كده ايه اهم المواقع على شبكة الانترنت في مجال السلامة والصحة المهنية. اول موقع عندنا هو موقع الهيئة التنفيذية للسلامة والصحة المعنية في بريطانيا. آآ تاني موقع عندنا اللي هو منظمة العمل الدولية. عندنا بعد كده المجلس الوطني للسلامة في الهيئة المتحدة الامريكية. وفيه عندنا موقع وده موقع يعني هايل جدا وخاص بالحوادث وتحقيقات الحوادث. عندنا معهد الصحة والسلامة المهنية في تونس. وزارة الموقع وزارة البيئة في مصر موقع حايل عليه حاجات آآ جميلة جدا. فيه عندنا وزارة التربية في البحرين دليل السلامة المهنية. فيه عندنا المركز العالي للسلامة المهنية في ليبيا الموقع بتاعها. آآ فيه موقع السلامة المهنية والامن الصناعي. وفيه شبكة آآ نجاة للتوعية والسلامة العامة. عندنا مركز الموقع بتاع مركز الامن الصناعي المصري. آآ موقع السلامة العربي. آآ ومجلة البيئة والصحة. بعد كده هندخل على الابليكيشن او آآ تطبيقات مجال السيفتي على الموبايل. اولا معنا وصيف لاب وده خاص آآ باجراءات السلامة في المعامل. آآ تاني آآ 2016 موقع هايل ومليان معلومات تفصيلية. آآ بعد كده عندنا اوشا سيفتي وده خاص بالتشراعات وقوانين السلامة. آآ عندنا المركز السلامة والصحة المهنية. آآ بعد كده عندنا اسمه مكتبة شاملة عن الكيمويات آآ واختارها. يعني كده بعد كده عندنا آآ وده آآ خاص بسلامة الغزاء. واخر عندنا هو اسمه آآ سيفتاوي وده آآ هايل ومليان معلومات وكل اللي انا قلتها لكم دي آآ مش بفلوس. لقيت هنا انا خلصت آآ محاضرتي آآ اخر نصيحة هقولها لكم آآ حكتين بس اللي يمنعوك عن تطوير نفسك لاما قلت فلوس لاما قلت صح. غير كده آآ تعتبر كلها عزار وهي. برضو عايز لكم ان السوق بقى متوحش واللي مش هيتطور نفسه هيتاكل آآ ودايما تحط نفسك مكان الراجل بتاع او اللي بيعملك هو ليه هياخدك ومش هياخد آآ الراجل اللي جاي معك. آآ لغاية هنا بشكركم على حسن استمعكم. آآ لو عجبك آآ الفيديو ياريت شير آآ للقناة. آآ وشكرا لكم.